أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الروح المضافة إلى الله عز وجل في القرآن هل هي الروح المخلوقة في جميع المواضع الروح لها إطلاقها في القرآن تطلق ويراد بها القوة وأيدهم بروح منه قوة تطلق الروح ويراد بها الوحي والقرآن يراد بها ولكن فالقرآن يسمى يسمى روحا والوحي يسمى روحا وتطلق الروح ويراد بها ما يخيى به الإنسان الروح المخلوقة التي يخيى بها الإنسان ولا يعلمها إلا الله سلطانه وتعالى ويسألونك عن الروح فلن الروح منه رب ما أحد يعرف الروح وكيف يدها وحقيقاتها ما أعلم ذلك إلا الله سلطانه وتعالى ويطلق الروح ويراد به جبريل عليه السلام والروح الأمين الروح لها إطلاقات في القرآن